ايام غضب فلسطينية بدأت تزامنا مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نيته لاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية الى القدس بدأت باعتصامات متفرقة في عدد من المناطق الفلسطينية بالضفة رفضا للخطوة الامريكية المرتقبة القدس ستحقها منا كل شيء لان القدس هي عاصمتنا ليس كما يتعي ترامب وكما تتعي اسرائيل ان القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني المحتلنة فالقدس هي عاصمتنا وسنبقى دائما مع القدس اليوم كانت الوقفة وقفة مشرفة وقفة من جميع الطلاب لنصرة القدس ولنصرة الاقصى فالقدس ستحقها منا كل شيء فنحن في مدى الاتحادة طلبة وحركة الشيء الطلبية نؤكد اننا نبدو القدس بدمائنا اشكال مختلفة بدأت في المدارس والجامعات وستطور تباعا الى اضرابات تجارية وفعاليات ميدانية خلال ثلاثة ايام في رسالة سياسية لثني ترامب عن خطوته التاريخية نطالب دول العالم الضغط على الوليات المتحدة بعدم نقل هذه السفرة الى القدس لان القدس هي عربية اسلامية ويجب على الكل الفلسطيني في هذا الظرف الصعب التي تمر به القضية الفلسطينية التواحد من اجل مواجهة هذه القرارات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني خشية سياسية فلسطينية من تبعات تخرج عن خياراتهم وسط قضب شعبي تهدد به السلطة الفلسطينية دون رؤية واسرائيل التي فرحت بما قدم لها ترامب على طبق من ذهب رياح امريكية هبت الى منطقة الشرق الاوسط ووصلت القدس هذه المرة اما الحراك الفلسطيني فيبدو ضعيفا رغم عظام الامر كما يقال شعبيا سامر ويشد اوريانتني